صباحكم تونسي اليوم بمية بالمية مش يكون الحدث مع الأولمبياد الأولمبياد توكيو 2020 أذاك عليش يكون اليوم معنا ضيف معني بالأمر اللي هو السيريذا المناعي رئيس الوفد الأولمبي إلى توكيو 2020 مرحبا بيك سيريذا أهلا بيك مرحبا بيك سيسامي وأهلا وسهلا سيريذا نعرف الجديد يظهر لهذه الإيديسيون السادسة بالنسبة للمشعل الأولمبي التونسي كيف هو جديد في النسخة هذه الإيديسيون؟ برك الله فيك سيسامي بالنسبة للنسخة جديدة هذه السادس نسخة كما قلت سيادتك في المشعل الأولمبي طبعا نزيد ونحكيو عليها بالتفاصيل الحاجة جديدة لفاها هي أنه خصصنا مشعل للتحكيم الرياضي للسيدات النسائي قبل كنا نقوله التحكيم اليوم قسمنا التحكيم صنف رجال وتحكيم صنف سيدات هذه الإيديسيون السادسة بالنسبة لفلمبو المشعل الأولمبي التونسي ما لكم على الصورة مشوفوها يعني هذه المشعل إن شاء الله يكون تونسي مئة بالمئة وهذهك عليش مشكون إن شاء الله فرحة الأولمبياد إن شاء الله تتم في توكيو 2020 سيريذا نعرف إنه تم زيارة الأسبوع القادم يعني في أي إطار تندرس زيارة رئيس جمعية اللي جينا الأولمبية الإفريقية للجزائري مصفى براف هو سيسامي كانت حفل المشعل الأولمبي كان يوم 13 ديسمبر وخرناه اليوم 20 ديسمبر بالمناسبة هذه حبينا سيد مصطفى براف اللي رحبوا بيه مرة أخرى في تونس اللي هو رئيس الليجان الوطنية الإفريقية الإفريقية بحضوره هو بحضور رئيس اللجنة الأولمبية المغربية والليبية ينسير هو من الجزائر وتونس يعني حبينا يكونوا حاضرين معنا في حفل المشعل الأولمبي هم الاجتماعي المتاعهم يجي في إطار اجتماع الزون إون معناها المنطقة الأولى الإفريقية للجنة الأولمبية نعرف الاستعدادات متاع الأبطال المتاعنا الأولمبيين الناس كل تستنى شنوى الاستعدادات الأولمبياد توكيو 2020 وشنوى مساهمة اللجنة الأولمبية في تحذير لهذا الحدث سيريذا شوف نحب نرجع لك شوية على المشعل الأولمبي تعرف اللي كنقوله رياضي تحصر على المشعل الأولمبي ولا تقلق رو مش هو بركة لتقلق باش فاز ببطولة أو اختالة قب رو فما ناس وراه هذاك علاش احنا في المشعل الأولمبي تلقى عنا 16 نصنف فما في الطب الرياضي فما في المسيري في الإطار الفني في المدربين في الجمعيات يعني هادموا كل يساهموا في نتيجة من نتائج تعرياضي أو رياضية هذاك علاش احنا عنا 16 نصنف من المشعل الأولمبي بالنسبة للألعاب الأولمبية والتحضير لتوكو 2020 اللجنة الأولمبية الوطنية عملنا باش نساعدوا ونحضروا ونقفوا مع الرياضيين بتاعنا سواء اللي ترشحوا ديجا تو نعطيك القائمة بتاعهم أو اللي ميزالوا في التطور باش يترشحوا وميزال تترشحوا هاد متاعهم اللي محلولة حتى اليوم 30 جوان 2020 اللجنة الأولمبية عملت دعم عملت لجنة في صلب اللجنة الأولمبية تخدم على ألعاب توكيو 2020 وأيضا على ألعاب باريس 2024 بقطع النظر يعني احنا كعضاء اللجنة الأولمبية موجودين ولا غير موجودين في المونتاج جاية فما برنامج لتحضير الرياضيين بتاعنا ل2024 ساهمنا بيعني عملنا لجنة اللي فها إطار تبي فها إطار فني فها معدين نفسانين فها ديكيني فها خبراء اللي قاعدين وحاضرين ونخدموا مع الناس دوموا مع الجامعات دوموا خطر نحبوا ننكهروا اليوم فما فما جامعات تاعبة فما جامعاتها لما عنداش الموارد الكافية باش تخدم على شي هذا احنا عملنا شي هذا باش نساعدهم وباش نحضرهم وبدأت اللجنة تخدم وبارح برك عملنا اجتماع ووزعنا مبالغ مالية محترمة للبعض الجامعات نعطيك مثال بارح برك يعني سيد محرس بوصيان وقع معناها منحة للجامعة البوكس 30 ألف دينار باش ينجموا نهارتين يخرجوا التربص في روسيا اللي حضروا به ترشحات الألعاب الأولمبية سيري ذا نعرف والبويس كنتي بسيفت بسيفتكم رئيس الوفد الأولمبي التونسي أكيد زورت توكيو عالفين باش نشوفه زورت توكيو كيفاش شقيت الاستعدادات في توكيو غادي وشنا وحضرته بالنسبة للوفد الأولمبي إن شاء الله مشي مثلنا في أولمبياد توكيو 2020 انتي زورت مارتين يعني توكيو كيفاش عشتها تحضيرات هذه وشنا هو أبرز وأهم النتائج بالنسبة للزيارة دي أنا زورت مارتين اليابان في نتاق عن الاجتماعات على رؤساء الوفود المرة اللي رؤساء الوفود على العالم كل ماتين وستة كانوا رئيس وفد والمرة الثانية رؤساء الوفود على القارة الإفريقية يعني الحاجة نحب نقولها لك في توكيو اليوم جاهزين باش ألعبوا للعب الأولمبي حتى موغدوا جاهزين عندهم مدة يعني ناس متقدمين برشة ناس خدموا برشة شي جديد ممكن اللي نحب نعلم عليه اللي ممكن علمونا عليه في زنبي بار مدة الأخيرة منذ شهر تعرف اللي في جويليا الدينية سخونة برشة في توكيو وفم رتوبة كبيرة يعني خذوا حتيتي ما ذاك عليش التحذير يعني بصفة مسبقة يعني تبدأ كتشوف هكي تعرف الكليمالي موجود غادي تعرف الإقامة متاع الوفد الأولمبي مهمة يعني الربط اللوجيستيكي ذي بالنسبة قبل أيامات قبل أشهر إنه حتى بيش نمشيو نمشيو كونفور على قلب ديو تبدأ الأجواء مريحة وتبدأ الأجواء متاعنا على العال إحنا لما حالك ما قلت لك الحاجة جديدة أنه الرياضة الماراتون والعشر لاف متر وخمسة لاف متر كانت مشتاقعة في توكيو خرجوهم من توكيو البلاد آخر بعيدة ثلاثمائة كيلومتر وفي علو ألتتود ألفين مترو لأنه شافوا ما صار في قطر في بطولة العالم للألعاب القوى والمشاكل اللي صارت لها الرياضيين هذيك عليش هربوا بها ثلاثمائة كيلومتر بعيدة على توكيو وعلى علو ألفين مترو والانتلاق مشكون ستة عصباح باش على قل تخفف من ضغط السخانة ومن المليوميديتي اللي مستير في توكيو بطبيعة الحال زدنا حكينا شوي قبل على القرية الأولمبية القرية الأولمبية مبنية في قلب توكيو فترفع ثمانتاشين ألف رياضي فهو واحد وعشرين عمارة يعني في قلب توكيو أقرب معناها أبعد نقول أبعد سيت على القرية الأولمبية يبعد خمسة وثلاثين دقيقة يعني هما عاملين حساباتهم في النقل بيسكون يعني مرافقة أمنية في طريقة موحد خاص بالألعاب الأولمبية هذا كل يعني هما جاهزين له وحاضرين له احنا بالنسبة لنحن نحب المناسبة نحب نسكس سيد محمد اللومي سافيرنا في توكيو اللي الحق معناها وقف وواقف معنا ومش يكون جاهز معنا في الألعاب أولمبية إن شاء الله ونحب سيد ذا نشكر أيضا الصحفي المتميز خلينا نقوله سيتو في قاسم سيتو في قاسم اللي كان حضرنا يعني لزيدي سيون كل يعني متاع اللي فيتو كل في المشعل الأولمبي وتم شوفوا الصور المصاحبة يعني لزيدي سيون كل مشي سلك على لزيدي سيون سيدسا نسخة سيدسا متاع الحفل السانوي متاع المشعل الأولمبي شنوه جديد وشنوه البرنامج اللي في شنوه فيه يختلف يختلف على لزيدي سيون اللي سبقوا وفمه جديد ولا كيما قلتك الجديد هو الصنف تاع الحكمات في كل الرياضات تعرف احنا المشعل الرياضي كيفاش تم العملية هذه المشعل الرياضي الفكرة جاءت من سيد رئيس اللجنة سيمحرس بن صيان منذ سنوات احنا يقع الاختيار على بعض الأسماء من الجامعات من بعض الأعلاميين من بعض الخبراء يتحطوا في كل صنف ثم عنا قرابة متين صحفي اللي يختاروا ثلاثة على كل صنف وتجي في ظروف مسكرة يعني للجنة أولمبية ثم في الأخير فمه لجنة فثلاثة من الناس زوز أعلاميين ومكلف من اللجنة الوطنية أنه يعملوا الفرز ويخرجوا النتيجة الأخيرة نعلمك اللي معناها النتيجة ما يعرفها معناها نهارة المشعل إلا ثلاثة أشخاص هذوم والسيد اللي يفايز في الصنفة ذاكة لأنه نعلمه قبل باليوم باش يحضر وبيش يكون موجود معنا في الحفل إن شاء الله وين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مش يكون في فضاع الأرين في البحيرة واحد مسير الذات مش خليلك يعني كلمة الختام هل إنه يعني في مشروع متاعنا الأبطال الأولمبيين قادرين إنه نشوفوا هكا أبطال من توا نحضروهم نشوفوا فيهم النور إن شاء الله في توكيو 2020 ولا في باريز 2024 كما أنت قلت شوف سيسامي جرات العادة أنه يعني في العلعاب الأولمبية ساعات تطلع لك أسماء ما كنتش عملي المحسن ويزولك ميدالية إن شاء الله في توكيو إن شاء الله تطلع لنا أسماء هذا وإن شاء الله شكو من بين أسماء هكا تشوفي النور والله إن شاء الله نجم قولك فارس فرجاني كارم بنهنية وساما سنوسي هذا هو من ناس صغر اللي نجموا فما إمكانية فما إمكانية للناس كلها تنعطيك القائمة تعلم ترشحين إلى حد اليوم ثم زادا إن شاء الله تكون كنفيرماسيون من إناس بو بكري في المبارزة من مروى العمري في ممكر في ميهال شخره يعني فما فما رياضيين قال لي نأملوا باش نتحصلوا على ميداليات معهم نحب نقول لك قال لي للساعة هذه معناها لليوم عندنا 12 مترشح أوفيسي المون للألعاب الأولمبية هما محمد حماد ورحاب الوليد بالرماي بالقوس عبد السلام العوني ألعاب القوى غيلان الختاني من الكنوي خولة ساسي وعفاف بن اسماعيل أيضا من الكنوي زوجي هذا محمد علي مرابط من الكنوي خديجة الكريمي ونوره الهداد الطيب عنا أحمد الحفناوي هذا أصغر رياضي إلى حد آن مترشع اللعاب الأولمبيو عمرو 17 في السباحة وعنا ألفا شيرني وعلال عثماني بالرماية بالموسادس هذوما آخر مرة ترشعوا عندهم نصف شهر في الجزائر إن شاء الله يكونوا الأبطال خطر ديما كي تصنعون أبطال لما يكونوا كان فخر بنسبة التونس وإن شاء الله يكونوا حتى إن شاء الله ينستقبلوهم وهم أبطال بالميديا اللي تمتعهم سيريدا شكرا للي إن شاء الله وشكرا للمزال هو وخلنا عاوض نذكر سيريدا باللي بالفلامبو يعطي الصحة هذه حاجة إكسكليزيف بالنسبة للتلفزة التونسية سيريدا يعني حضرنا الفلامبو في نسخة السيدسة يعني إن شاء الله يكون تلع خير وإن شاء الله يكون بورت بونير بالنسبة للوفد الأولمبي التونسي اللي مش يمثلنا في توكيو الفين وعشرين مرة أخرى نجدد تحياتي لك سيريدا ومرحبا بيك بارك الله وفيك نحب نقول كلمة أخرى إحنا مزلنا معاملين على الترشحات خاصة في الرياضات التقليدية اللي نعرفوها ديما تترشح كما المصارعة كما الجيدو كما رفع الأثقال هذو ما مزالهم ترشحات مفتوحة وخاصة في الألعاب الجماعية كورة اليد وكورة السلة وكورة الطائرة وأكيد إن شاء الله بقودة ربي كورة اليد اللي أنا جاي من كورة اليد عنا بطولة إفريقيا في جانفي في تونس ترشحية للألعاب الأولمبية إن شاء الله نشوفه كورة اليد مترشح الألعاب الأولمبية مرسي سيريدا خلينا نقوله توا بعد ما سكرنا الدوسين تاعل الأولمبياد توكيو 2020 فما اليوم في إخبارنا الرياضية المزالة متواصلة اليوم زوز نوادي تونسية تمثلنا كأبها ما يكون في مسابقة تشامبينز ليغ الإفريقية والبداية بالترجل تونسي ترجل تونسي اليوم يلعب الثمانية متاع العشية المباراة الجولة الثانية من تشامبينز ليغ الإفريقية ضد فريق شبيبة لقبيل يعني اليوم المباراة تحت عنوان فض الشراكة يعني فض شراكة الصدراء بالنسبة للزوز فراق تونسي كان انتصر في المباراة الأولى خارج ميدانو في كازا على حساب الرجاء البيضاوي اثنين بلايش تون شوفوا الصورة قاعدين تشوفوا في الصور يعني متاع الانتصار بالنسبة للترجل تونسي ان شاء الله الترجل تونسي اليوم يأكد يأكد الصحوة متاعه الإفريقية على حساب شبيبة لقبيل الثمانية متاع العشية اللي مش يكون حاضر فيه أربعين ألف متفرج بالتمام والكمال يعني مشكون حاضرة في مدرجات أولمبي رادس اليوم نعرفه ترجل رياضي التونسي يعني بحضور بخصوص حضور الجمالي اليوم أربعين ألف كانت نبهت إدارة الترجل رياضي التونسي وهبطت بلاغة نشوفوا البلاغة بالنسبة للترجل يقول انه نظر اللوائحة جديدة والصارمة للاتحاد الإفريقي لكورت القدم التي تمنع استعمال الألعاب النارية وتنس على إمكانية إيقاف المباراة في مرحلة أولى عند إشعال الشماريخ ثم إيقاف نهائيا عن تواصل ذلك مع تسليط عقوبة مالية كبيرة على الفريق فإننا نطالب من جمالين التي ستحظر رقاء يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 ديشد شبيب للقبيل الجزائري الالتزام بهذه اللواح وعدم استعمال وإشعال أي نوع من أنواع الشماريخ ضمانا لمصلحة فريقنا الكروية على الميدان والمادية خارجه تقريبا بيان مفهوم برشا أنه الفير بلاي هو الأول وهو الآخر في مباراة اليوم وما يلزمش نداء من هذا المنبر إلى جماهير التراجل هذه التونسي التراجل قاعد يمر بفترة أنت عاشا قسوى قاعد يمر أيضا جراس للجمهور اللي قاعد يحضر ويدزا معه إن شاء الله تكون فير بلاي اليوم في هذا الدربي المغاربي اللي ديما لقاء الأجوار يكون فيه الروح الرياضية ديما تكون عالية إن شاء الله على ذكر الأخبار التراجل كالعادة متوسطة اليوم تشكيل التراجل هذه التونسي بنسبة 99% نقوله على اليمين سامح الدربالي على اليسار اليس الشتي ثونئي المحور اليعقوبي وبدران عبد القدر بدران ثلاثي الارتكيز عبد الرؤو بنغيث كذلك وامي بونسو ومعهم فوسي نيكو لبالي على الأطراف حمدو الهوني وكذلك اللعب الممتاز نيسا لبدري وقلب وجوم إبراهيم وترا يعني هذه تشكيلة التراجل هذه تونسي اليوم مش تواجه فريق شبيبة الإقبال عنه ممثل آخر يمثلنا أحسن تمثيل اللي هو النجم رياضي الساحلي النجم رياضي الساحلي في رحلة ديمت يعني 14 ساعة بالتمام والكمال علامات انطقرة عسكرية ممثلنا نجم رياضي الساحلي يبدأ بقوة وانتصرف المباراة الأولى في أولمبي رادس هدف مقابل سفر على حساب الأهلي المصري اليوم بش يلعب ضد بلاتينوما زيمبابوي بلاتينوما زيمبابوي اللي خسر المباراة الأولى يعني الحذر واجب بالنسبة لهذا الفريق بالنسبة لممثل كورت قدام تونسي النجم رياضي الساحلي اللي تقريبا عنده لموين كل باش يرجع بانتصار بانتصار ثاني على التوالي ممكن يفتح جوانح النجم رياضي الساحلي في هالمسابقة الافريقية ان شاء الله بالتوفيق لزوز نوادي افريقية الترجل رياضي والنجم رياضي الساحلي نبشيه ايضا اخبار اخر اخبار اخر يمثل بالنسبة اخبار موشبهي بالنسبة لاتحاد تتوين عجز يعني بثلاثة مليارات ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وعشرين مليون يعني مبلغ يعني مهم جدا اليوم في وضعية صعبة اتحاد تتوين ومفهوم عليش المبلغ هذه تقريبا اللي اعنوا عليها البارح في الجلسة العامة التقييمية لاتحاد تتوين تقريبا اتحاد تتوين قاعد يدفع يدفع في ضريبة النجاح امتعه في الموسم الفارت في الموسم 2018-2019 ان شاء الله يخرج منها الاتحاد تتوين في اقرب فرصة بالنسبة لهذا الفريق المتبيز بصراحة يقدم عروض ممتازة الموسم الفارت ان شاء الله يتجاوز الديون وان شاء الله جماهير ايضا تيقف لمؤزرة هذا الفريق بالنسبة هكذا نكونوا تقريبا من زي الخبر اخير الخبر اخير هو بالنسبة لللاعب دريسلم حيرسي دريسلم حيرسي كان امضى عقد البرح مع الاتحاد الرياضي المونستيري ونسف مع الاتحاد الرياضي المونستيري ونعرف دريسلم حيرسي كان عنده مدة طويلة من غير فريق وبعد خروج من تجربة فرنسية مع فريق ريد ستار الفرنسي هكذا نكونوا اتممنا فقرة الرياضة لليوم نخليكم مع الفقرات الجاية ومع الضيوف سهلا بكم نحكي ثقافة في الجزء الأخير من اليوميات سباحكم تونسي نحكي وفي الثقافة نحكي وفن المرهدية نحكي مع سلياس الربح سباحك تونسي ومرحبا بك سلياس مدير إدارة المكتبات العمومية بوزارة أشؤون الثقافية ومعاك نحكي على مجموعة من المواعيد الثقافية والجميل أن البعض يقترن بالعطلة عطلة الشتال للأطفال مرحبا أهلا وسهلا مرحبا شكرا على الدعوة شكرا على الاهتمام بالمكتبات العمومية ببرامجها وأنشطتها سلياس نحكي جيل جيلي أنا على الأقل وجيل اللي قبل تربينا على المكتبات وثقافة الكتاب والمطالعة وغيره اليوم نحس أن المكتبات العمومية تخذ تجربة جديدة تلعب دور اجتماعي جديد نتوقف عند الدور هذه لو ممكن شكرا هو فعلا لمدة طويلة من الزمن كانت المكتبات العمومية بتاعنا هي مؤسسة تقدم وظائف تربوية تثقفية تقدم المعرفة ولكن المكتب هو عبارة عن حارس للكتب يناوي للكتب ويرشد المستفيدين في المكتبة الحقيقة ما تطرحه وزارة الشؤون ثقافية في السنوات هذه كونه أن المكتبة العمومية فضاء مجتمعي بامتياز يقدم أو يلعب أدوار جديدة المكتبة العمومية فضاء للتعليم والتعلم فضاء للحوار فضاء يمارس الديمقراطية وفضاء لللقاء ثم على فضاء الخارجي وذلك من خلال عديد الأنشطة كما نشوف في الفترة الصيفية أن المكتبات العمومية نفذ 23 مصيف كتاب على الشطوط وفي النقل الداخلية وفي المنتزهات وفي التجامعة السكانية في تجربة رائدة لأن المصطاف يلقى بجنبه كتاب يتصفح الكتاب ينجم صفحتين يجعله يضمن قراءة الكتاب ويحب يطبع بقية التفاصيل كيف كيف عنا حاجات أخرين يظهر لي يعزوا المركزية سيلياس متع المكتبة وقربها في سيغة قربية للقارئ وفعلا فقط أحبت نضيف نقطة كونه أنه انفتاح المكتبة على المحيط متاعها من خلال كما ذكرت أنا مصيف الكتاب زاد من خلال مسافر زاده الكتاب اللي نشوف أحنا تقريبا في أغلب مناطق ولاية الجمهورية أن الكتاب يسافر في القطار ويسافر في الحافلة ويسافر في الباخرة وهنا يجرني الحديث على الملتقى الوطني بداية الأسبوع حكينا فيها على التظاهرة هذية مسافر زاده الكتاب حكينا على خطوط المترو والقطارات خاصة أما حكينا على تونس العاصمة هذية تجربة أخرى على متن باخرة تجربة أخرى وهي سيرة الحقيقة في إطار الملتقى الوطني المطالعة في الوسط الريف في دورات 22 أنه الملتقى هذا كانت البيضية متاعه بمسافر زاده الكتاب على متن اللود أسفاق سقرقنا وكانوا مسافرين معنا حوالي 400 مسافر زملاء من المكتبات العمومية قاموا بالتنشيط في اللود هذية قاموا تقديم كتاب لكل مسافر وتقديم هدايا وكانت الحقيقة تجربة رائعة جدا هذا قبل الضباب وحالة الفزاع ربما اللي بعد كل شي تعدي سلامات نحكيو على تظاهر أخرى الملتقى الوطني المطالعة في الوسط الريفي وقديش أحنا اليوم ما أحواجنا أنه في الأريف في المناطق الداخلية الجمهورية التونسية نلقاه والكتاب والمكتبة نعم هو الحقيقة كما ذكرت احنا في الملتقى الوطني المطالعة في الوسط الريفي في دورة 22 اللي انتضم في سفاقص واللي كان فيه جانب علمي محتوى علمي ثم محاضرين في الجانب النفسي والاجتماعي مختصين في الكتاب والمطالع ثم أنه كان فيه جانب تنشيطي مهم فيه مقافلة ثقافية مهمة أنه خرجت معناها لزيارة المدارس الابتدائية وتركيز أنشطة نشوفه احنا كما سوار في الواحد هذه القافلة خرجت في ستة مدارس ابتدائية في قرقنا التقديم جوائز وأنشطة للمدارس ثم أنه سير في نفس الإطار تركيز ثلاثة نواة مكتبات في مدرسة الابتدائية بالعطاية ثم مدرسة بالمبروك الثنين والمدرسة المهارة وكانوا لحقيقة الصغيرات هذومة اللي ما عندهم مش معناها مرفق ثقافي وكذا نتصور رحب بالأيام التنشيطية هي اللي فيها احتفاء بالكتاب وبالمطالعة ونتصور فما التفاعل وتجاوب كبير من صغيرات هذومة وبالحقيقة كانت تجاوب كبير من صغيرات وتجاوب كبير زادة من الإطار التربوي وأنا نحب نحيي شركينا في وزار التربية اللي ونفذ الملتقاء هذي بالشركة مع وزار التربية وخلقنا فضاءات بألف كتاب مع أثاث رفوف وطول وكذا ثم كانت مسرحيات موجة للأطفال ووزعنا تقريبا حطينا نوات مكتفي ألف كتاب ووزعنا في حدود خمسمائة كتاب على الصغيرات وعلى الأولياء امتهم الذين كانوا محاضرين ثم صار كيمافوروم فيه محاضرين في الاضطرابات النفسية للصغار والاضطرابات التعلم وفرط الحركة وكان نقاش مع الأولياء كان لحقيقة وكذلك هذه تقريبا مهمتنا كإدارة مطالعة عممية كوزارة شؤون ثقافية كيف كيف توزر عنا في الجنوب التونسي وكيف كيف أيضا نحكي على دور المكتبة ومع في علاقة بالفئات الهشة هذية اللي عرشت علي سيدك ولكن النجم توقف عنده زيدا أكثر لأن الفئات الهشة اللي متنجام تقدر تشريق الكتاب ولو نعرف حرص وزارة الثقافة في تنقص في سوم وسعر الكتاب ولكن فما الناس لليوم ثمن الكتاب يظهر لها مش في المتناول فعلا كذلك فقط أنه في إطار الفئات الهشة احنا شفنا 4 ديسمبر اليوم العالمي للاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقات ونفذت هنا الحقيقة تقريبا المكتبات اللي احتفلت مع المراكز التربية المختصة على غيرار اللي صار في الشابة في ولاية المهدي على غيرار اللي صار في توزة في بن زرد في عديد المناطق اللي صار في منوبة أنه الصغيرات وضوما اللي عندهم طيف التواحد اللي عندهم إعاقات متنوعة صار الاعتناع بيهم والاحتفال بيهم وتقديم ناشاط لهم ثم تركيز نواتي المكتبات وتقديم كتب لهم وذلك هذا يدخل كما حكينا في الأدوار الجديدة للمكتبة العامة أنها تنفتحها للمحيط متاحة أنا نحب نختمعك سليس لو تسمح نحكي على بادرة جميلة لحقيقة تذكر فتشكر فتحمد نحكي على عرف كان النجم نقول دقبت عليه وزارة الثقافة نحكي على تكريم والاحتفاء برموز الصحة الثقافية التونسية الشخصيات المعنية بالتكريم والاحتفاء وشهر هذا مثلا هو شهر شكون محمود مسعدي الحقيقة هذه هي تظاهرة نوعية جديدة تطرحها وزارة الثقافة أنه لكل سنة نختار عشرة شخصيات وطنية ساهمت من خلال الإبداع والفكر والكتابة عليش مش 12 احنا عنا 12 شهر في العام احنا نختار الحساب للنظام الحسن وضع ثم كل شهر يتم الاحتفال بشخصية وطنية يتم الاحتفال بها في 426 المكتبة عمومية يتم الاحتفال بها في مسافر زيادو الكتاب في مصيف الكتاب في غيره المهم أن الشخصية تطرح للحوار تتناقش الأفكار من خلال محاضرات في المكتبات العمومية من خلال ورشية الرسم ورشية مسابقات وغيره احنا في شهر محمود المسعدي كان لقبله شهر محمد العروسي المطوي أنا نذكر معناها تظاهرة نوعية أنه سير استقبال عائلة محمد العروسي المطوي في مكتبة عمومية وسير تلحين قصيدة وغناءها في المكتبة العمومية احنا توى كما يقول توفيق بكار النص يتيم وفريد في دهره هو كذلك محمود المسعدي اللي هو في الخارج في خارج تونس يحتفلوا به ومحمود المسعدي اختارته سنة الجائزة الرواية العربية كتاراكا شخصية السنة نحن في تونس اختفلوا به حاولوا أنه نعرفوا به نعرفوا الصغارنا وكذلك كما الرموز تقفية هو صغار سيلياسا مرة أخرى نرجع للجيل متاعنا احنا صد والمسعدي يعني من أبرز أمهات الكتب اللي لازم نتوقفوا عندها على الأقل في البكالوريا مرة في المشوار التاعنا هو ثمى شخصيات أخرين اللي هم مثلا كما بشيرة بن مراد كما زبيدة بشير كما هشام شعيد كما عبدها بوحديبة كما العلامة بن خلدون هم هم عشر شخصيات مهمين أنا فقط نحب نعرز على اللي صار في زبيدة بشير مثلا زبيدة بشير كان ثم شراكة مع الكريديف كان ثم معرض متنقل زار 24 ولاية في معناها وثائق على زبيدة بشير في أشعار متاعها في معرض صور لها في معرض صورة على مجلة الأحوال الشخصية حكاية تونسية ثم ثم حلقة نقاش تطرح القانون 58 المهارضة العنف ضد المرأة وهذا تناقش في 24 ولاية اللي هو قانون المرأة تعرف اللي هو طوى يصلت عليها الظو حتى من الحقوقيين لأنه معناها احنا اليوم المطالبين نفهموه أكثر لأنه بش يكرس ويغير الواقع في علاقة بالعنف المصلت على المرأة هين برشة الحقيقة المبادرات هذه من نجموكين نذكرها ونفهموها أنا فقط نحب أنا فقط نحب صحة سليز سليز جملة أي جملة أخيرة المكتبات العمومية تشتغل على قضايا حضارية مهمة أنا نحب نحيز زملائي متاعي زيادة أنا نحب نشكر سيد الوزير نحب نشكر السيد في الوزارة متاعنا للدعم والتي زيادة مشكور على الحضور معنا سليز الربحي مدير إدارة المكتبات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية شكرا لي كتيك صحة أنك كنت حاضر بينتنا ومعنا هذا عنصر مساور حول أديوانة التونسية وراجعين حتى نحكي في الموضوع ترجمة نانسي قنقر كل عام والديوانة التونسية بألف خير الذكرى 63 لتونسة الديوانة التونسية سعيدة جدا اليوم باستقبال سيد العميد هايثم الزناد الناطق الرسمي بالديوانة التونسية أهلا وسهلا سيد العميد شكرا على الاستضافة وبرك الله فيكم اللي شرفتوا الديوانة التونسية بهذه الدعوة في يوم عيدها مرحبا بي كذا عيد لحقيقة تونست الديوانة التونسية تحية لكل الناس اللي تشتغل بتبيحها مع الديوانة التونسية وإنما كنتوا لحقيقة مجهودات جبارة تقوم به الديوانة التونسية فتحية لكل الناس اللي تشتغل مع الديوانة سواء إداريا أو غير ومعناتها فتحية كبيرة لكم وشكرا للمجهودات تقدموا فيها للمواطن التونسي لحقيقة فهمة برشة انجازات تقوم بهالديوانة ونجاحات كبيرة تقعد تحمي في تونس من عديد من المخاطر تعطينا فكرة على مجموعة من الانجازات للديوانة الديوانة التونسية شعارها في هذه التونسة الذكرة 63 هو الديوانة درع للاقتصاد الوطني ودعم للأمن الشامل نعم وذلك يتجسم من خلال عمل مصالح الديوانة نعرف عنه زوز مهام أساسية المهمة الجبائية وهي استخلاص الأداءات والمعلمة الدوانية على توريد وتصدير البضاء إضافة إلى مهام مرقبية وهي مراقبة هذه البضاء وخلوها من جميع الإخلالات وكذلك مراقبة معناها التسويق العادي للبضاء لمكافحة التهريب والغش التجاري سناء عمل الإدارة العامة للديوانة تركز على ثلاثة محاور أساسية المحور الأول هو تدعيم موارد مالية للدولة وهنا مصالح الديوانة في المعابر الحدودية والمكاتب الجهوية للديوانة في علاقة بتوريد وتصدير البضاء بدلوا مجهودات كبيرة وصلنا حققنا إلى حد شهر أكتوبر 2019 6875 مليون دينار من الإيرادات لفاية خزينة الدولة كذلك فما مجهود كبير في التصرف المحجوز بالقيام بعملية بيع بالمزاد العلني مكنت من توفير إلى حد الآن 83 مليون دينار فما كذلك مجهودات كبيرة في استخلاص الديون المثقلة مكنت من إدخال 15 مليون دينار لخزينة الدولة هذا فكرة على بعض المجهودات في مجال الاستخلاص كذلك المحور الثاني هو محور تبسيط الإجراءات لدفع مناخ الاستثمار في تونس تعرفوا التحديات الاقتصادية أمام الدولة التونسية والديوانة في صدارة هذه الهياكل التي تشرف على تسيير الاقتصاد الوطني فالإدارة العامل للديوانة عملت عديد خطط العمل تهدف إلى تبسيط إجراءات التعامل مع مصالح الديوانة على رأسها نلقاه تطوير المنظومة المعلوماتية للديوانة والإن شاء الله تدخل حيزة الاستغلال في سنة 2020 ولا آخر تقدير يمكن حسب تنفيذ المشروع لأنه مشروع كبير برشا في سنة 2021 ولكن مشيكون تطور جد إيجابي للتعامل مع مصالح الديوانة عنا كذلك تطبيقات هامة للمواطنين التونسيين المقيمين بالخارج للمتعاملين الاقتصاديين وكذلك لعامة المواطنين التونسيين وللمستثمرين متمثلة في موقع الواب الجديد للإدارة العامة للديوانة وهو موقع تفاعلي كذلك عنا تطبيقة سمار ترافلر هي مواجهة للمسافرين بصفة عامة وعنا ترافلر جيت هذه جديدة والمواجهة لتونسيين بالخارج والفيها بعض التطبيقات التفاعلية تمكن التونسيين بالخارج قبل قدومهم بالتونس باش ينجم ويربحوا الوقت في القيام بالإجراءات الحدودية قبل الوصول إلى معبر حلق الويد من ناحية مقاومة التهريب والغش التجاري هذا المحور الثالث من عمل مصالح الديوانة وهذا محور هام جدا سنة تمكننا من تحقيق رقم إيجابي كذلك كما سنة 2018 وصلنا تقريب حققنا معناها نجحت كبراء 75 ألف مخالفة ديوانية تم رفحها في مختلف مراكز العبور ومقبل فرق الحرص الديواني القيمة بتاع الخطايا بصفة عامة تقريب 90 مليون دينار التي تم استخلاصها وقيمة البضائع المحجوزة فاقت 800 مليون دينار نعم شكرا لك سيد العميد والحقيقة نحتفل كما قلنا بتونسة الديوانة التونسية الذكرى 63 وكل عام وانتم حيين في ألف خير باش ننشوفوا مع بعضنا فيتير صغير تحية لكم وبعد نوصل لحديث معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كلمة الختام ومسك الختام هو اليوم تشرفت لإدارة العامة للديوانة باستقبالها من قبل سيادة الرئيس الجمهورية اللي أشرف على حفل توزيع إشارات الرتب والأوسمة على ثلة من ضباط وأعوان ديوانة في قصر كرتاج وكان له لقاء مع إطارات وأعوان الديوانة وثمن المجهودات متاحهم اللي يقوموا بيها ودعاهم إلى مزيد بدل الجهد وحسسنا بالدور الطلائعي للديوانة على مستوى حماية الاقتصاد الوطني وحماية الأمن الوطني بصفة عامة هذا يزاد معناها شجع أعوان الديوانة إلى المضي قدما في تنفيذ المهام تاحهم فنجدد معناها تهنية لزملائي كافة أعوان الديوانة في جميع المواقع وإن شاء الله نكونوا معناها في مستوى انتظارات المواطن التونسي وإن شاء الله نساهموا مع بعضنا في تقدم تونس وروقية شكرا لك سيد العميد هايثم زني ده الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية وتحية كما قلنا للديوانة بتبيعة شكرا وإن شاء الله تكون حاضر معنا مرة أخرى لتقديم هالتطبيقات جديدة وبتبيعة المشاريع الجديدة اللي تخص التوينس خاصة فيما يخص الديوانة التونسية احنا توبش نمروا إلى فقرة لمسات وبعد حين باش كون حاضر معنا مدام كريمة بالحاش إذن فقرة برنامجنا تحضر معنا مدام كريمة بالحاج المختصة في الموضة ومصممة الأزياء واليوم باشتقدمنا عشر أشياء اللي يزومون بيكونوا حاضرين عننا لمواجهة الشتاء أو الحاجة ولي حتى نكونوا عن الموضة ونتابعوا آخر صيحة الموضة أهلا وسهلا مدام كريمة صباح النور صباح الورد دونك لعشرة العشرة قطعات اللي لزوم ميكونوا موجودين في درسينج متاعنا ولا شي لغضرب متاعنا ساعة أولا يجبنا نعرف نحسن اختيارهم يجب ميكونوا الماتياغ تكون نندقوا في الماتياغ خاطرهم بشيكونوا أدابتاب للحواج جمتاعنا دونك نضحكو عليهم برشا نبسوهم على القطاع تندنس تندنس اللي متاعسنة ولا متاعسنة دونك ويجب تابعوا الموذة مش تابعوا صحات الموذة بالتبيعة المرتوزين عمال اللي بشيكونوا بازيك لازم يكونوا بازيك كلاسيك ونحسنو زيد اختيارهم في الألوان كريمة بشيكونوا على شاشة بطبيعة هالعصر قطعات اللي بطبيعة لازم يكونوا محاضرين عنها لازم يكونوا محاضرين في دريسين كمتاعنا أولا نبدو بالبال ونفو بالبال لازم يكون عن السرول لازم يكون كلاسيك زاده في الكوب متاعو كن سيغارت ولا ويكون دو بريفرانس نو المتاعر ماذا بينا يكون في سميلي كوير هاو قاعدين نشاهدو داننا في السور كوب متاعو أو بيان صيغارت ولا الكوب دروات سويفان المorphولوجي متاعنا حسب المorphولوجي انتي شنو اليويتيك دانك نمشيو زيدا للا سورة لبعد بطبيعة سورة لبعد نمشيو للا جوب للا جوب زيدا جوب كون دروات زيدا classيك الماتير زيدا نجم يكون تويد وإلا في السميلي كوير زيدا عليش نقول سميلي كوير خاطر نجم يكون نبسو صهرية سبار شيك يكون سهل سهل في اللبس متاعو دانك هذي كما شفنا مع نتو مع الكبوت مع الكويسار دمانتو هاي مع مع دي بوت نبسو كان يكون نمشيو نخدمو إلا للصهرية دانك يكون سهل في اللبس متاعو اللي البوتين هوا قاعدين إشاد وتوا زيدا هذي البوتين لازم يكون عنا بوتين زيدا ليسهل لإستعمال متاعو هوك لقدم تندنس مع نتح تكون سبار شيك نجم مع عيدا زيدا في السهرية نجم في السهرية وإلا في لشنو نخدم ولا يعني كونا دبتا بالفنت وكنا في الحقيقة مع عيدا شفنا عيدا لندلسي معها زيدا لتندنس لبوتين وليبات معنا تحاجة مهامة لباس اليومي بتاعنا نواصل إذن مع العشر قطعات بتبعاء اللي يلزم يكون وحاضرين في الدريسيق بتاعنا حاسب نحن 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 حاسب الثالث يجب يكون لدينا إشار اللي تكمل الكبوت لنبسوه وإلا تزاين وكما أكسسوار يجب لدينا إشار اللي تكون مرة سبور شيك هكذا نحط تزاين القطعة مثلا تختلف شي على الصوات نجم تكون نحن لدينا صوار حاسب الموتيف التندنس اللي موجودة وقتا نعم 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 المعطف 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 يكون اللون نختار اللون يجب يكون غريج يكون نوار يكون غريج يكون نوتر اللي نجم نستعملوهم ونحطوهم مع فوق أي قطعة متاعنا تكون هاي يعني سهلة تكون موجود سهل اللون اللي بش آداب تابل زيدا مع الحواج اللي بيش نبسوهم من تحت يعطيك صحة إذن كريمة لحقيقة هذو ملقطة عمتعنا بالنسبة لليوم وليتون لبتتراب نوار لبتتراب نوار لازمة نخطمو بها نخطمو 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 نخطينا فكرة لسادة المشاهدين بتبع على الملابس اللي لازم موجودين لبتتراب نوار كما قلت الروب الكحلة هذية لازمة لازمة تلقى شكرا لك كريمة يعطيك الصحة المعلومات التي قدمتنا إن شاء الله الأسبوع جاي نواصلوا بالتبيع على الحديث على في فقرتنا لمسات وفقرة الموضة نحن نتوى باش نمشيوا للفقرة الثقافية معا إناس وضيوفها مرحبا بيكم في الجزء الأخير نحكي وثقافة كيف العادة المرهي باش نحكي وشار باش نحتفي وبالشار على طريقة الأيام الشعرية اللي كانت أيام أربعة أيام تثة واربعة وخمسة سعيدة جدا بحضور رزوز رموز وصحة الثقافية الشعرية نبدأ معك مادم سالحة الجلسي طبعا نحكي مع شعرة في رسيدها خمس دوويين وثلاثة طور الإنجاز مرحبا بيك سالحة مرحبا في الميكروفون مرحبا بيكم صباح الخيرات مرحبا نرجع لك ولكن خليني نرحب كيف كيف بسي عبد الرزاق قبر جبري وشعر سعيدة جدا بحضورك ومنك تحية لكل شعراء اللي أثوا الأيام هذية مرحبا تحية أيضا لكي ولكل طاقم الإذاعة الوطنية الأولى وهي إذاعتنا التي تربين تلفزاتنا وإذاعتنا أيضا التي تربين عليها سعداء بأن نزورها دائما مرحبا سيدي واليوم نحكي على الأيام الشعرية التونسية كان نحطوها ساعة في الإطار متاحها شو معناها أيام تعودنا يكونوا عنها مهرجانات كل جهة عندها مهرجان تقريبا في تونس يحتفي بالشعر والشعر جديد وخصوصية الأيام هذه أولا هي الأيام الشعرية التونسية وهي الدورة الأولى وإن شاء الله ستوالى عدة الدورات خصوية هذه الأيام الشعرية والنقدية أيضا أنها تشجع الناقد التونسي على الاهتمام بالأدبة التونسية نحن نعرف أن للأسف الأكاديميون والإخوة النقاد يهتمون بالمشرق أكثر من المغرب ويهتمون بالمغرب أكثر من تونس فهنا نريد أن نكرس تقليد جديد وهو الاهتمام بالإنتاج الأدبي التونسي وخير دليل لليوم أنك حاضر بناتنا بوصفك روائي وشعر وكيف الشعر سالحة أجلاسي يعرف سالحة يعرف أنه مجدد في الشعر يكفي وأنه نحكي على تجربتك في مسرحة الشعر هذا هو سالحة كانت عندك قراءة في الأيام نعم قرأت في الأيام الشعرية وكلية الشرف زدان كنت حاضرة وقيت برشا شعرات وإنسا يعني من كامل الجمهورية تقريبا وديما نحن شعراء قبلوا بعضنا نكونوا باقة من الحب ومثل هذه المناسبة التي تعمل توليف بين شعراء ساعد تقعدوا أشهر ما ترى شبعاتكم فرصة للتلاقي فرصة للتبادل للخبرات وفرصة زيدة عليش ليبش تاخذوا الأراء في الأعمال متع بعضكم طبعا ديما نتقابلوا شعراء نفرحوا ونحسوا بسعادة ما نتا اللي احنا موجودين يعني وبالنسبة كذكرتلي على مسرحة الشعر يعني ديغني غمو عملت عمل عنوان شجرة السؤال يحكي على القضية الفلسطينية والطفل الفلسطيني تحديدا وهذه بنصوصها هي تقوم بمسرحاتهم وشخصان إذن بديت تجربة يدي الفين وثمانية وخدمت زيدة تجربة أخرى مع شادي قروشي سماء المحبة وده نغمو شجرة السؤال طيب حذر روحك رجعت لك بشتقر لي شوية الشعر خلينا نحتفي بالأيام بعد الانتهاء وبعد ما أصدل عليها السيطار من خلال بعض القراءات نرجع لك فما تكريمات على هامش الأيام هذه شملة شكون بضبط أولا حتى لا نغبط الناس حقهم يستعد بأن وجه تحية لكل من ساهم في هذه الأيام وخاصة المندوبية الثقافية بمنوبة وكذلك المركز الثقافي الجامعي بمنوبة هاتين المؤسستان هما من شاركنا في هذه الدورة وهما من سهروا معنا على نجاح هذه التكريمات شملت خاصة من عالم الأدب والإعلام محسن بن أحمد الصحفي الثقافي المعروف أيضا عليا بن حيلة أيضا الصحفية كنا سعداء نحن بتكريمها في هذه الأيام وكذلك مدير بيت الشعر شاكر بن ضية الذي يساهم ومساهمة فعالة في تشجيع الشعر التونسي خيب يا ضوك أنتم في حضرة شعر لا نجم شما نسمع الشعر تقول شعر تجاوب أو تقول هيا وتجاوب ها شوية شعر ونختم ونختم بها اللقاء هذية في خلينا نقول في تكريم أحنا زيدا من هنا نكرم ونحتفي بالشعر أنت سالح نبدأ معك قصيدة قصيرة ديما نعتز بها عنوانها الكذبة نقول أمعنا في ردق الأحلام زعمينا لأيامنا المتشابهة أننا سنولد من جديد من وهم من غياب وستنبت ألوال لنا في ثنايا نفوسنا الجرد وكلما ارتدت أرواحنا أحلامها البالية تنزوي ويدحرج السؤال من نحن من نحن حتى نزرع شجر الكلام ونشكل الطين فكرة فكرة كما نشتهي من نحن حتى نجمع كل الإشم أزازي في صفعة واحدة ونحكم على الأرض بالعقم كلما أصفر التاريخ عن خطيات من نحن من ويقبر فينا السؤال آهن كم تأخذنا الكذبة بعيدا عنا يلا جوها في أقل من 30 ثانية نسمع إجابتك عبد الرزيق مهلا مهلا حبيبتي خلي الجرح يلتئم وهبينا دمت ففيما ينفع الندم لا العمر يرجع نحو أوله ولا شمس تعود لفجر طبعه القدم هذا الزمان زمان لست أعرفه هذا الوجوه وجوه دونها العدم لا الودود والغفران مغفرة للحب حب فماذا الآن أحترم لا قدس عندي سوى عينيك أعبدها بعد الإله فكيف الله ينتقم إن ما رآني أصب الخمر في دعة فوق الجراح التي أنا بها الألم سأورد الآن قولا ما تقائله ويسهر الخلق جراه ويختصم أغاية الدين أن تحفو شواربكم يا أمة انضحكت من جهل الأمم عفوا عفوا أي المتنبي معذرة فالحق حقك إن ظم منتم احترموا لأن تنازل الحف في شواربهم فما تراجع عن عوراتهم قدموا ما زال قومي كما قد كنت تعرفهم السياد زيف وراء البحر هم خدموا شكرا ياتيك صحة بالحق معنا نجري وكانت خلا مانتخ الود ودي نسمعكم أكثر ونشوف هالثنائية هدية شنوة نجم تعطينا أنا في حضرة زوز يتقنون فن الكلام والشعر هو صنع عندهم يتيكم ألف صحة وكل النجاح لكل التظاهرات اللي تحتفي بالشعر والشعر نمشيوا لد بارتنا والختام بشيكون معا موناء إيلي دو شيف إذن نمشي الختم يناس بشيكون معا دبارتنا حاضرة وشيف اللمزات الأخيرة حاضرة هاي سيدي ذي لحسو نعم لازم منه شوية نعناع من الأخر لكوف ولا نوزعوه بخطو الهنا كيف كيف المبطن المبطن شوفو تباركال معناها هاي كنشموا الريحة الريحة زكية برشا لحيقة جؤت على الأخر نتا لازم شوف أنا عندي هنا نزيد زيتونة مقدس مقدس في الأوكلة التونسية لازم نزيد ما نحرم شروحي في الأخر لازم شنزيد الزيت نزيد الزيتونة ولهنا هاكم تشوفوا الدسار الدساغ متاعنا اللي هي بتبيع البوزة متاعنا مادام آمنة يعطيك الصحة على البوزة هذيلي شكرا لنا شكرا لزاستوس لعطيتهم وشاء الله فيك بقدرة ربي أنا وحدة من الناس مش روحنا نجرب الحسو شكرا لك يعطيك الصحة شكرا لكم شكرا شايف شكرا لنا يعطيكم الصحة هكا مشاهدينا شكرا إنيس شكرا إنيس إذن هكا مشاهدينا نصرون هات برنامجنا بالنسبة لليوم وعدنا يجد دعمكم إن شاء الله نهار الثمين في سباحكم تونسي ابتداء من العاشرة صباحا إلى اللقاء شكرا لكم